موسيقى طلعت عجل راجل فانا بنائل بتنجابسه غالما كده اصلي الواحدة عالبقه على طول ايه يا بنت الخاتم الرجال اللي انت لابسة ده تجميل قوي شكل وحش قوي على ايدك ده بتاع ابوي الله يرحمه اصلا حبيت افتكره والبسهله على طول هفضل لابسه لغاية ما موت لا اله الا الله يا بنت معلش انا مكنتش اعرف بس يظهر ابوكي كان بيحبك قوي الله يرحمه الله يرحمه حقه ما انا بقى اسلق الفراخ على ما انت تخلصي حشو المحش انبي حكى خلينا نلطبخ النهاردة انا اكل حلوة يعجبك ده انا شاطر انا عارف انك شاطرة بصراحة انا بتلكك انا كمان مالش نفسه عامل حاجة النهاردة وانت بقى عايزة دوق اكلك بقى وطعامته بس انت بتفكريني ببنتي صباح ربنا يطمني عليها دايما يا رب يا رب انا بطلع فرختين جوه اصلا محروسة اخو الحج صلاح حيجي يتغدى معنا النهاردة الشكله طيب قوي والله انتوا عيلا كلكو طيبين ولاد حلال والله هو طيب قوي وغلبان قوي وحظ قليل قوي عارفها مراته ماتت من مدة كده ومن ساعتها ما شمش اي ست يا عيني اللي كانت عيانة؟ لا يا اختي نامت ما صحيتش الصبح سابع سنين متجوزها ومخلفتش ومع ذلك كان شايلها في حدا بيعنيه وكان راضي باللقسم وربنا لا حاوله ولا قوة الا بالله لا يرحبه على فكرة بقى راشد مبارح كان متسلطن وكان زي الفل وما كانش فيه اي حاجة مدى اي ما حصلش بقى ده كان بيجارينا في الكلام كده ده من المحل الهين مفتحش بقى قبك المواحد ما هو من البيرة اللي شربها ده ضرب ست ازايز ويجرب ع خمس هجاية بحشيش فيه ايه؟ ما كان لازم يجي تدلق وينام في دقيق لا ما نامش تحيالله نام له ساعة وانفط تجاري لا يا اختي انا مقدرش اشتغل الشغل انا دي علي لو عارف ما عرفش يعمل فيه ايه اه ده بعد سبع سنين يا فتو وبعدين انت محسسان ان علي ده دكتور ولا مدرس عربي ده سوابق وتاجر مخدرات وهو لسه مرمي في السجن ويارب ما يطلع دي ملك اختي عملت الزوائي كده ليه؟ راحة فين؟ انا كده بحب بعض في البيت وانا حلوة لكي فيه؟ تصدقي يا بيت الصلاة دي عجبتني قوي قصه انا حب حيات الليل دي قوي حمرات ومخدرات كل حاجات اللي انا بحبها ده غير الفلوس اللي بلكون الفلوس يا فتون بحسلك بدل اللي انت فيه بدل ما انت عملت تتسلف من ده ومن ده عارف يا اختي عارف اجنا عليا تلت تلاف مية وخمسين جنيه ليكي وبعدين بقى في العبط اللي انت فيه ده انت هابلها يا فتون ده انت صاحبتي الوحيدة واكتر من اختي هنقصد اعملي قرش لنفسك قميني نفسك من الزمن ومن الدنيا اللي احنا عايشين فيها اعملي فلوس يا فتون لا يا اختي وراشد انا خاف منه تخافي منه وده من امتى بقى بقولك ايه راشد بتاعك ده لما اللي ارصفه كده تاكل من جتته ويلاقي نفسه مش لاي حق السجارة هو يا حبيبتي اللي هيدورلك الشغل وهيجي يقف دهرك وهيبقى رجليسة بقى رجليكي فوقي بقى وكفاية انا هكلم فاضل هزي التليفون تقوم بحدي تاني حبيبتي لا يا حبيبتي ده كده تمام او تسلم ايديك سمي بقى واعودي كل يلا كتر خيرك يا حبيب لا لا ما ينفعش يا بنتي عودي ده انا ها لا عودي ما تقعودي تاكلي ما تكسفهمش ولا انت مكسوفة مني قعودي كل عشان يبقاشوا ملح بنشوف بقى عمايل زينب ها بمممoles بتسلم ايديك يا زينب قصو بجلد ممموم بقولك ايها بنتي يا فاكرين انك انت تضيني اسمك واسم والدتك علشان دهي واحد صاحبي في السجل المدنيت علشان يطلع لك بطاقة وشهادة ملاد بدل اللي ضعوا منك اه انا انا اسمي زينب احمد محمد احمد حساد حلو و والدتك اه نعمة سيد خليفة كويس كوي بيختبهمني كده في ورقة عشان انا بانسى لو حاجة عالي مش دفتر لله بابا حاضر يا حاج حاضر متاكل متاكل يا محروس متاكل يا زين متاكل يا نجل متاكل يا محروس استمرلك حاجة يلا عارفة بولد المية اللي بيحطها للموظفين جبت مينة اربعة احطتهم على المسرح يا نجل حبيبي يا نجل ايه الخطوة العزيزة دي شرفنا ازاي يا فضل ازاي يا نجل مانبرك ايه ايه الحلوة دي اتفضل يا نجل اتفضل يا نجل اتفضل يا نجل اتفضل يا نجل ودي يا كهرباء ايه اتفضل يا نجل 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 انت تتلو دراقة يا فتون عشان عارفة ان انا معاشفة لا اسم الله على مقامك انا اللي مليونيرا سبني في حالة عمنا عندك حق انا غلطان انا المفروض اسيبك وكل واحد مننا يشوف مصلحته فين عايز تسدني يا راشد عايز تسدني انا محتاجه لك هو ده اللي علي وصاك عليك كويس اول انك لسه فاكر ان في حد اسمه علي لا فاكر بس كنا انا كله نشرب مني ما تنطق تو ام تطلعي تتهزي وتترقاصي وانتي علي انا وزت الناس لما يطلع جزك اقول له ايه اقول له اشتغلت ورا امرأتك صابي علمة من عارق جبيني لا انت لازم تفضل معايا عشان تشهد ان انا ما عملتش كده غير لما اضطر بقت على دماغك ودماغك وما كناش لقين ناكل يمكن ساعتها علي يصدقك انا مش مصدقك يا فتوم انتي ما همكيش غل نفسك جوزك تسجن واختك تفشت وما تعرفيش اذا كنت هتشوفيها تاني ولا لا ولا فرق معاك جايا هنا عشان الفلوس والخمرة والحاجات اللي انتي بتحبيها دوم حبيبتي انتي بتعملي ايه انا يلا حبيبتي السيمة برا باي يلا ايه دوم دي هغير برا يلا رشد اقوها تمشي استنان حيا اخويا اسحلين احنا جينا والكل هيبقى عينو علينا يعني اديني اعلك يعني اديني وعدك واستمتع بيه يعني ايه اللي حضر العقريتي يعرف يصرفه وما تسعبنش هصرفه من ايه يعني السارت اللي حامل البطاقة يعني الفنان اللي ايه اسطورة الغداء الشعلي الروولة الكمبيلة الساروخ ان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كده ان اسمك متشابه مع اسمين وكذلك اسم والدتك متشابه برضو مع اثنين ستات واحدة من المحلة والتانية من سواج كده على قد مفتكر وانت كمان كنت قلتيلي ان البطاقة الشخصية بتاعتك اللي ضاعت منك كانت طالع من اسمين شمس طب اقول لك على حاجة صباح اقول ايه طب احنا ممكن نعمل لها بطاقة جديدة خالص باسمك وشهادة ميلاد جديدة زيها برضو على انك سأت قيد هو كده ينفع؟ لا كله بينفع بالفلوس بينفع بالمعارف بالحب كله بينفع فيش حاجة هنا بتمفعش بس هو كده يبقى حلالي حاجة ايه ايه ضررات تبيح المحذورات حاجة وبعدين انت مش بتقولي انها يا بنت انها وانت ضمنها وزاي بنتي يا لهو دي بنتي فعلا طب هتسيبها كده بيه لهوية اه خلاص بقى يا زينة مؤضية بإذن الله بس انت بقى روح يا هاتينا السمك قبل ما يتنقد حاضر يا حاجة وهركب المشروع من ناحية البحر ساحة برافع عليك يا اخت فالحة وليه من اوصلها من كده كده نائزة حلوة قوي ده جاتلك توصينا عالجاهز خلي بالك من نفسك حاضر يا حاجة ونقل السمك طازة وحلو هعمل كده خلي بالك عليها دي امانة عندنا يا ابن فعنينا الصلاة عليك يالسلام عليكم حاجة السلام عليكم عليكم السلامة وطورة يا ابن هيا هرجع لكينا تانا اكلمة جوردو عزيزي ماشي مستميك شكرينا حسنا التعمل ايه؟ ما الحاجة مدياني فلوس والله العظيمة يا حسنا عليك ماشي خلاص السلام عليكم بس انا خافة للحاجة تزعم من ايه؟ عشان مشتريناش السمك من الحلعة زي ما هي انا يا سيتي مخافيوش الراجل دا حاجته بتطلع من البحر تازي وانت النقية كم سمك احليوها ولسه لما تدقوا عمال ايدي يا سيتي تستم ايدك من قابل اسكندرية حلوة قوي اه اسكندرية طبعا عروسة بس تازم حروس هنا ينفع اطلب منك طلب انت تؤمر هو مرسى بالعباس قريب من هنا مرسى؟ هو يعني مش قوي خير اصلي كان نفس اروح ازوره وقال الفتحة ينفع ينفع طبع بجد؟ اه طبعا انت بتحب بقى تزور الأملياية وقالة هو دا بقى ست المرسى بالعباس بسم الله ما شاء الله انا هنزل اصلي بقى يبدأيلي معاكي بقى ايه دا انت مش نازل معايا؟ انا استناكي هنا انت متجد ماشي متأخرىش يا زين انا حاض قوم اوم يا اخويا باينا العاصر قم لفلنا سجارة كده نستبح عشان عايزة اروح الشغل بدر انا مش هروح معاك المحل تاني يا فتو يا البانا في ايه حصل ايه مخلصنا احنا راجعين مبرح من الشغل شغل يوم واحد بألف وخمسمائة جنيه ايه ستة روح انت انا وجودي معاك مالوش لازم لأ ليه وانت عارف انا لو نزلت الصلاة الوحدي حتاكل انت سايق علي العواجلي ايه اللي في دماغك اللي في دماغي بيقولي ما جيش معاك تاني يا ابن الحلال نسند على بعض واخلي يسري عليك يسري علي يو بقى يا فتو انا عندي حفر عايز تردمها نسيبيني في حالي بقى حفر ايه يا اخوي اللي انت عايز تردمها دي كنش عسلية هي ممكن تكون بلغت عن قتل الحسن ومسيبت الوينش انت صدقت اسبوع العسل اللي عشته معاها ده احنا تبخينه سوا عسلية عمرها محبتك ولا طاقتك وهلا شافتك راجل اساسا موسيقى موسيقى في حاجة صلاح انا شغلتي اللف في الشوارع ونقابل الناس يعني بنعرف في البنات الموضة وزينا بدي روحة طيبة والله يا أخويا انا شايف اللي انت شايف بالزبط بس اقول يعني لو تدي لنفسك فرصة شوية تفكر تفكر عشان يحصل يا صلاح البيت المقطوعة من شجرة وقاعدة معاه إيه اللي هيتغيض طب هنسعى المين طيب عشان نعرف أنا حاجة وبعدين بيني وبينك أخويا انا ما صدقت ان قلبي مالي واحدة بعد ملفة الله الحمد بصي صباح اتكلم الحاجة ومسوحها خليها تسالي اذا كانت توافية تتجوزني وقتل منعنا يا بي كل فيه خير ان شاء الله ربنا يا بي ا parlament اذا كانت تشترابة why اذا كانت تجربها SARAH اذا كانت تت Bachelor الآن میرا تتصالي على ايدي يعني مسل جويني محتاج غناجة ها 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 انت واخدها على الشأنه بقى قوي كده ليه؟ ايه؟ الموضوع أفصل للكده انت معاك مشروع يكسبك ألماظ دي رقاصة شطرة لو عرفت تدورها كويس هتدخلك في الليلة والعشر بواكي ما لك ما تنحرم قوي كده ليه؟ واتنحرم ليه يعني؟ هو بس الكاربة جديدة عليك أنا فشي غناجة يا أهلك يا ألف أهلا وسهلا أهلا 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 دي كان أمر ده؟ زيك يا فاضي انا كويس المهم انت طمنا عليه فينا؟ كان شوية مصالح كده ولازم تخلص المهمة حمدللي على سلامتك طبعا حمدللي على سلامتك يا جميل بس ايه الحاجات الحجرة مين الرقاصة دي يا فاضي؟ دي رقاصة جديدة اسمها سلمة أول محل تشتغل فيه عندي أنا مفاجأة صح؟ إيه لا مفاجأة طب ايه؟ مش عزمك على وزكي في المحلة؟ حبيبي ترابيستك جاهزالك استبح وانا هخلص شوية مشابيل كده وجايلك على طول صباحي بفن حبيبي ترابيستك جاهزالك حبيبي ترابيستك جاهزالك رقاصةة حبيبي ترابيستك جاهزالك كمستوى مفاجأة ضفمك كمستوى مفاجأة ترابيستك جاهزالك تاكب محروس أخو الحج صلاح عايزي تجوزك إيه رأيك لا إله لا الله أنا بقالي عندكو بس تلات أسابيع ومعرفش محروس وبعدين ده ما بيصليش يوم وصلني سوق السمك طلبت منه زور المرسى بول عباس وقام وداني وفد الوقف على باب الجامع وأنا كنت مستمية يدخل لي صلي وما صلاش وكان وقت صلاة الدهر طب بقى انت مش بتستقيني محروس ده مفيش أطيب منه لو لفت الدنيا كلها مش هتلاقي راجل في طبته طب ده اللي عمله مع امراته والله يرحمها مفيش راجل في الدنيا عمله ده كان شايلها على راسه شايل خير كده بقى محروس عنده شاقة ملك وعنده تاكسيين هو مش بعيد عن ربنا ده راهب منه قوي بس ساعات الراجل كده بيحتاج زوجه صالحة تدفعه كده وتقالل حاله إن شاء الله وأنا ما بتغادش عليك أنا بقولك فكاري وقليلي رأيك وأنا عايز أسألك سؤال حاجة اسأل يا حبيبت وأنا لو ما تجوزتش محروس هتزعل مني لا إله إلا الله ليه بتقولي كده جوازك من محروس حاجة وحبي ورعايته ليك حاجة تانية خالص وسواء تجوزت محروس أو ما تجوزتهوش أنت بنتي هتفضل عيني عليك مراعياك برضو بتحبك ربنا يخليك ليه يا حاجة بسم الله عليك يا حبيبتي لا إله إلا الله ليه يا حبيبتي كده ده أنت زي صباح ده أنت بنتي ربنا يخليك ليه يا حاجة يا حبيبتي أيوة يا راشد أنت فيه؟ أيوة يا فتون أبو هناء في الصباح أبو هناء بتاع المخدرات بجد بجد إيه مجنونة أنا مستانيك بره أنت مال صوتك كده مالك متوتر كده ليه يا أخوي لنسبتي تكونش انت اللي قتلت الوينش وينش إيه وزلت إيه دلوقتي إحنا في مصيبة أخلاصي مصيبة يا صدر يا رب لا على طول يا إخوية قلبس وجينك ثانية واحدة عيني يا مخياني وحسك جديدة فين؟ عايز أقولها كلمتين ينفع؟ أه ينفع طبعاً يا سيد الرجالك بص يا لسه عندها نزل هتخلصها واجتها لك على طول رئيبتها عيني فيه صح رسيني يا راشن بدل ما انت مجرجرني زي المعزة من الصلاة اللي هنا وأنا عمل أقول لك الحاضر نفسي عرف فيه ايه متقول يا فتون يا فتون أنا خايف عليك زي ما أنا خايف على نفسي والنابي ده انت دبح اتنين واخدني على جنح الأوانتك شهل انت بتقوليه ده انت مجنونة لو سمعتنا اتواندين يا فتاة يا نهر أبوكو يا سود قتل اتنين وجايب أقولي هنا انت عايزت عمالي فيه اتوانديني في ده يالله يخرم بيوتكو يالله أخوك غير يا أخوتي فيها عدمت فضل لو سمحت ايه امشي من هنا يالله امشي بقى خلينا عايش ماشي ماشي يا فتون بس زي ما قلتلك انت مانطوطة معايا فيه اللي اتنين ليه عايز نلقادي بمكانك بتغفلين يا فتون ليه يا صاحباتي عايز اتوانديني في دهيا ليه أهوار خلاص لو عايزاني أمشي أمشي والله بقى لي ما يشوفش من الغربال يبقى أعمى قصنا مؤخصة يا معلم أنا والله يبقى تزرر أنا أسف جدا 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 أنا مش عارف أقولك إيه وضع أن انت نسيت يا فاضل أنا بشيش آه لما أخذت هاي أنا كده مش عارف أقولك إيه خالص تقولي إيه آه تلاقيها لما لمحيتني في الصالة كدت لا 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 يا معلم انت كده لازم تحكي لي ببينك وبين البيت إيه يا أول ما شافت وشك أخيك انكمشت على طول وجريت وكدت برك كبارية انت شفت معايا واحد اسمه راشد شفت الودة قتل واحد غالي علي قوي ولازم يقع طب وسلم اسمها فتون عارف هي ليها علاقة بقت للودة؟ لا خلاص أنا هحاول أروح للبت اللي عرفتني عليها اسمها غنوة وهي هتوديني ليها لا لمناش دعوة الحكومة هي اللي هتروح ايو معلم بس أنا كده هبقى زيد غنوة جامل ايه هي يدوبة خط الحكومة تشدوا وتجيب أخروا الودة مستغفلهم لاتنين وما يعرفوش هو عمل ايه بالزد؟ انا المصلحة بالنسبالي ان الودة يغول خالص واستفرد انا بقى مفتول كده تبقى المصلحة واحد خلاوة يا حمال صبح يا حمال عامل ايه انا تمام الحمد لله لا والله انا حصل معايا حكايف بولاك كده يا رجل ده انا بقى لي فوق الشهر ام اختفي اه بقول لك ايه طب انت معاكش فلوس انا اصلا لا لا مش مبلغ مية مية وخمسين جنيه كده ماشي نفسي لحد ما تدق عارف والله مكسر عككل حمام ماشي ماشي حمام ليلتك بتضحك سلام حبيبي سلام مية 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 م انت مخصكش انا فين يا راشد عايز اشتغل ان دابع مونسي بكرا انا عايزك من نجمة تجي ليه اي وقت تزحى فيها اتبعدك وتعالي سلام كده تمامك سابق 50 ميه عمور يا فاني لا اه هو فيش دكتورة ستة هنا لا فيه ماشي هاستنيها انا عليها دكتورة منارة سلام عليكم وانت لازم تسمع ممكن تمشي لو سمحت انا عرفت ان يبيت باع عندكم يعني حاجة كده مستوردة ايه هو دواء ايه لا هو مش دواء امال ايه اصلاً عتجاوز الالف مبروك الله يبارك فيك في هنتي؟ شكراً لك شكراً لك سيناً لك سيناً لك موسيقى 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 فضال يا عروس ايه ده موسيقى 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 الاكل عندوك اهو عايزك وتخلصوه كله إن شاء الله ألف مبروك ألف مبروك يا حبيبي ألف مبروك ألف مبروك يا زينك جدعب جدعب فهموا اللي ما انتشفاه شد حيلك مبروك ربنا يتمن بخير يا رب يلا يا جماعة شكرينك نجملكوا في الأفراح سيبوا إرسال لوحدهم يلا يلا نجملكوا في الأفراح إن شاء الله الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله ايه ده تعالي هنا بيت ايه المقافك هنا يا هالة تعالي خدي بنتك هاي تقوم معهم شوية مفيش شوية ولا شويتين يلا بيت يلا يلا بس خلصوه كله حاضر حبيب يا صلاح كانش رديق نورتي بيتك على الوسر ايه ايه رايك في الشقة حلوة والله إنت اللي حلوة زي الأمر أنا عايز نقولك على حاجة يمكن يكون الوقتي مش مناسب بس هنقولك أنا كنت بحب مرأة الله يرحمها أكتر من أي حاجة في الدنيا ولما ربنا افتكرها قلت خلاص مفيش واحدة ست ممكن تخليني أفكر أتجوز تاني لحد ما شفتك ساعد ما كنا في المكتب عارفة حسيت بإحساس غريب كده جواي عارفة طلع إيه إيه إن قلبي حبك يا زينا صحيح إنها يعني معرفناش بعض الفترة الكافية بس أنا حس إن إحنا نكون مبسوطين أول مع بعض ونخلي فيجي خمستاشر عائل بس أنا في حاجة لازم أقولك عليها يا محروس مينفعش أخبيه عنك حاجة اللي مينفعش تخبيه عني يا زينا أصلا أنا أصلا أنا مش هينفعش مع واحد مش قرائد من ربنا أه أنا عايزك تصلي يا محروس يا ستة صلي عايز أنا أصوم اتنين وخميس كمان عايزك تقم بي وأصلي وارك عشان ربنا يكرم الكوازة دي إن شاء الله هيكرم بنتي وش الخير بعد وفجأة ضلمت شوش يا عمونش يا عم الدنيا ما تتربايتش روق أنا بقونك يا رب لو عايز طاية لخفة وطيارك برا البلد لا يحصل في ثانية انت بتعرفش إن أخوك بقى ساحر الصحراء ولا إيه السجار بتاعتك كبير وملفوفة وجازة ومياً مياً أشترك بلو حبيبي معاك عندناك الحريب خلي البنات تدق الزرع علشان أصهر بنتك فولة كبير صباح عارف الزهلية أقولها فين المحبة عصلي من بعدها كل شي ضع أصدق كل شي تلزق بص يا صاحبي أنا الدنيا علمتني إن اللي فاتت دفن واتدخد عزال صح أم بقولك إيه قول عايزك تشوف شو المطرح بتاو فيه برايا راشي ما تفك الحمدي مبك شوية إنت هتقعد معايا في المطرح هنا وهنا اللي حكومة طولك ولا يساوي سنبادر تشوفك أو أو بتشوفاني بقى هنروح هواجي وبتاعة ويش عايب النعناع طول من أنت جانبها رواشك أمين؟ أمين أمين؟ أيوة أيوة فيه إيه؟ مية مينوة؟ أيوة أنا فيه حد هاي؟ تشيشو البيت طب عايزة فهم بكت حصل إيه؟ راشد فيه؟ لا ماما ما عرفش ما عرفيش فتون؟ أيوة بيه أنا خير تعاليني بقى كده حلوة تعالي كمتعالي شوهاية خيفي نفسك راشد فين؟ ما عرفش عنها حاجة يا بيه وما دا ما تعرفيش ميت برا بيتك ليه؟ أصلي راشد يبقى جوز أختي أختي عسلية ضربني يا بيت قاعد له سبت الحارة و جيت عند غنوة ما تحوريش يا بيتي أحصل عليها النعمة ألبسك علينا دمو انت وقفك انسما؟ راشد كان معاك مبارح وخرجين انتو اللي دين بالكاميري بالليب سوا حصل؟ ما حصلش باشوة راشد كان عندي هنا وانا ترطو ساعة اثنين بالليل وماشي ترطي راح فين؟ والله العظيم ما عرف حس كده بقى نروح الاسهو كلنا وهناك بقى هنتكلم برا حيتنا نروح الاسم لي يا بيه؟ فتحش الزلم مع بعض والله احنا معاملنا حاجة انا معاملنا حاجة وحية ربنا معاملنا حاجة يا بيت انتو يا بسوق طب اغير هدوم يا بيه أسطر نفسي يا بيان يا بيت انتو يا بسوق اللي انت بتقولي دا لم يسألك عارش الدولي فاعرفش ما عرفش ازاي حيباهدلوا في الاسم الدولي ودي جزاتي علشان شلكتكم عندي في البيت الله يخرب بيوتكو خادر ترجمة نانسي قنقر الي الليل الي الليل الي الليل يام أنت كم الي الليل ويم ما فيك مواجع الي الليل الي آله تخون عيشي ليه تخون عيشي ليه وأنا بيدي خبستلك وتخون عيشي ليه وأنا بيدي طعمتلك وتبوح بالسر ليه وتبوح بالسر ليه وتبوح بالسر ليه يا خلاص ياه ايه ده؟ كيه يا عم أنا كلمتك؟ أنا بغني وتبوح بالسر ليه وانا سريك تمتلك وخاين العيش يا ربي يا ربي علي علي انت بتعمل يا جدا انت سيمه الهد هيموت في ايدك معلش معلش يا كمان معلش يا أخ الله زميله ومسنوه الله معلشي ما اتطمينش على أهلي بيته بقاله فترة ايه علي ايه علي؟ تعالي لماذا ما عملتش حاجة يا أكل؟ لا فيه؟ استهدى منه استهدى منه استهدى منه هو عمل ديه عشان بكله بس بقى يا ابني بقى خلاص اسكت ايه؟ ما فيش عبار برضه عن الجماعة اللي برا؟ ما فيش؟ بخير ولا شر؟ لا 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 معلش معلش برا تطمينك يا بيت تطمينيني عليك ليلتك عدت تمام يا بيت تكلمي وريحيني ما تتكلمي بقى؟ ما اقولك ايه بس يا حاج؟ ده انا مبرح كنت هموت من الخوف وربنا كان باين عليكي طب عارفة؟ والله انا ما نمت طول الليل من قلقي عليكي اه بس امانت الله يا حاج؟ محروس ده طلع طيب ابن حلال او اللي قوليه هي مراته بقالها قد ايه ميتة؟ بقالها كده يجي سنتين وحرفة من ساعتها ما شمش ريحة ست بس بقولك ايه؟ محروس جوزك ده؟ ايه ده سايبة؟ انا مربيه وعرفاه عرفة ده لو كان وعي الروحه؟ كان زمانه بن عمارة اه ما هو باين؟ الله هو اكبر علي ده كريم قوي بس لازم بقى تاخد بالك منه؟ اه انت سنة والتانية هيبقى عندك عيل ولا عيلين؟ رتبي حياتك بقى يا حبيبتي على مهلك عليها شوية حاجة انا متجوزتش قبل كده يعني عشان نعرف اللي المفروض واللي مش مفروض يتعامل انت بس فهميني وانا هنفس هقولك بص يا حيلو احنا عايشين معاك اللحظة بلحظة من طلعينك وعارفين كل حاجة عنك فاحسنلك ما تنكريش بقى مرت ما كانوا عندك في البيت ونزلت اتمشيت في الحارة بعد ما وانشت قتلي ايو بشان هما هما كانوا عندي علشان فيتهم صاحبتي وانا كنت بضيفة وهم لما بعتوا لي الحارة انا سمعت كلامهم وروحت بس الله العظيم هكنت تعرف في ايه وهو ده كل اللي حصل شششششششش اللهم اطولك يا روح يا حلوية هتقولو ولا مش هتقولو والله حلواز عاجبينك بص بقى قفتون هتقولي راشد فين هروحك من هنا وهنبقى حبيل هتلفي واتدوري هلبسك قضية قتلي الوينش والناس كلها كده كده شايفكم رايحين جايين وعرفة الخناء والسياح اللي كانت بينكم هو اي واحد يترازل على واحدة ومتقتله والله العظيم يا بيه ما عرف حاجة عن راشد طب هو مبارح كان عنده خانه انا كراشده اه تظاهر عليكو هتلقكو كتير قولك يا احمد بيه امر بش شايف المزتين الجامدين دول اكيد عايزك تروأهم لي وسمعني اللعنة يا باشا هتبرو حاصل يلا يا حلو انت وايه لا يا باشا بصنا يلا لا يا فتون هتكلم بص يا باشا لما راشد وفتون كانوا عندي انا سمعتهم بيتكلموا وكانت فتون بتسأل راشد على موضوع قتل الوامش بس بصراحة والله العظيم اللي انا فهمته ان فتون ما تعرفش حاجة عن الموضوع ده وكمان اتكلمه عن واحد اسمه الحاسد تقريبا كده اللي فهمته ان راشد قتل وامش بجد الحسن ده يبقى خطيب عسلية اختفتون وانا والله ده كل اللي اعرفوا موناب يا باشا عايز اروأ ايه روح ما بعدك روح بقى الله يخرب بيتك تمام حلوة او كده جوا حلوة او النهاردة وببحر ده ايه؟ اقولت اجيدي ببقى شطة عايدة ده عنضف شطة في اسكمالية كلها اه بس انا اه عايزك تاخد برك عشان شكلك داخر على دور بارد لا مفيش ده سبون مبارح رخم خرجنا عن شعوري ما عليش يا خونة فين البتاع؟ هنوعد هنا بقى ما هو عادي هنا ولا هيتردونا ولا ايه؟ تردونا ميه؟ ده ليه معارف هنا وحبايب كتير خش زي الباشا ماشي يا باشا قد اللي ايدك مخرومة بك ممكن بدار التكسيني بقى عندك عمارة زي يوم المصابح قالتلي فين مخرومة بس ما زي الفن بقى يا ستة واحنا نيش مرتين هي مرة واحدة والحمد لله انا مسطورة معايا ومارزل دي نعمة ولازم اتمتع بيها سيبكم الكلام المصابح كل واحد يعيش على الطريقة اللي تريحه شكلك كده على طول هتعمل في دماغك وتقولها اللي يقنعك بس لا خالص احنا نتكلم ونتناقش والاصلح لحياتنا يمشي برضو يعني مش هقدر انكر كلامك حيل انا مش عارف اقولك لا على حاجة خصوك ولكن انت بتضحك علي انا بتكلم بجلب والله يا رحمة، ما كان نفسي شوفه و قلناك هو كان كفيف بس كان طيب ما بيصلمه لفوتش فارد كان كلامه حلو يدخل القلبي كده يطمناك كنتش بعمل من القاعدة معه متهايلي كل الأبوات لازين يبقوا زي هو كان رب الجميل و اسمه جميل هوا مين دي اللي اسمه جميل تبشلتلينا بك اسمه أحمد محمد هو ما ما أحكي لك، هو كان له اسمين ناصلنا بوية كنا بما بيننا يعني بندهله جميل بس في البطاقة والرق الرسمي كده كان اسمه أحمد محمد كنتم بتدلعه يعني طب ما لك من ليه اسمين يجلد؟ واسمك إيه بقى غير محروس روسة بس يا صاحب القريبين بس همري بيندوني بيه روسة؟ انت يقولي ليه يا روستي بسك ده روستي ايه؟ محروس كده احلى وارجل مش عجبني روسة ده نبقى محروس اه يا سلام ما عايز اقلين اتبعي بكله قدام قدام الناس بسدت احنا براحتنا ما حادش عاجة عندنا زي قلامي هي الناس ماشية منطقي ده ازاي انت عايز ما بنمشي ازاي ده صيف يا زينا بالناس عشار قل لي يا سيف عايب تقولي كده يا محروس انت متدين وانت عرف رباني استغفر الله العزيم برضو السطرة حلو انت بتبص على عادي عادي هو ايه اللي عادي ايه مشكلة الماس فتة هانت صباح انت راح مرسى بلعباس ده خطوتين من هنا استغفر الله ربي وقتوه وقليه هات ايه يا جزة ايه يا عزي بقولك ايه قولي ادخلي جاهزة الزرعة علشان ازاور ماشي يا ماشي بس بقولك ايه الصحبك ده موت نفسي شروط واحنا هموت نفسي انا زاورك ماشي يا عزي ايه يا عنا ياه 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 ما ده تديه وحش ده كمان انا كنت متعوز احلى واحدة في الدنيا اللي هي ياه 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 يعيس ايه عاسل ايه عاسل ايه ياه ده حتى تبقى ملزقة هو ماله ده ماله لونه غمئ كدا ليه زعلان من نفس يدو وعايزين ندق له الزرع علشان أظهر ما تجي ندق الزرع يا وعش بيهبني أقول يا ريت الحب داد عني يزول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعدينا خرجنا يا فتو لو كنت مشيت ورى دماغك وحورتها عالظابط كان زمنه بهديلنا ومشتناش الشابة خلصت اه خلصت يا ريت عشان انا اللي خلصتها وديكي خرجت من الحوار دا كله زي الشعر اللي عديك يا بيت هابلة انتش فاكرا اللي ازهلتش يعني خلاطني انا عشان التونيسين بتوعب دول ها ما هم عارفين كل الحاجة يا اختي لا يا حبيب انا خلاش يعرف حواري اسمه الحسن ها انا بيها اختي انا حاسة اللي هو اللي خرابني عشان ابقى طعم الجبير اوش او اللي حلا عزيزي انت شابت هاد عودي تتكلم معايا كده زي ما يكون خارجين من كوافير هو انت اللي مدى يا يفتون على فكرة انت اللي جرجرتيني على الاسمه بادستيني طب طمنيني هتروحي فين ولا هتعملي ايه رايحة في مصيبة اختي العرف ده طب هتروحي عالصالة ولا هتعملي ايه طب لو فاضل سألني اقوله ايه يعني مش فاهمة لا ده انت هابلة يفت طب مش كنت تستني نصلي سوا لا ده مش العيشة انا بصلي ركعتين شكرا لله اصلنا ربنا كرمني بك يا محروس والله العظيم ربنا كرم نانا دي انا حس ان انا دخلت الجنة انا راح نحط الشاي على النار ونرجع نصلي سوا خليك امتى انا هعملهولك انا عايز اعملك شاي بايدي الحمد والشكر لي كرم والشاي الشاي الشاي اعملك يا حبيبي الشاي بعد ما شفتك انت الشاي يا حبيبي يا حبيبي الشاي 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 برو فيرو الجرد وgen دعو عد يخل ott عنشان خون شاي لا احكيلة تحكيلي اي يا إذين ما تقتلهيش ما تفسي كراش تreseنا بتعملش عندما تتخط اخربتك يا كزينة دي تابعي دي تابعي دي تابعي تابعي عبر تابعي خفش اخربتك خدتها متخطيش حبيبتي متخطيش متزعليش تابت يا فاضل حس ان جسمي كله مكسر كانت ليلى سودة اللي عادناها في الاسم دي الله يخرب بيتك يا فتوم اه انا يحكي يا حبيبتي لا ما انا عارف يا حويا اللي فيها اختي دايما في الثانية كده كملي الزبط عملين يا دوب هو قال للقوم انا يحفلوا علينا وانا اترعبت قلت لا وانا مالي ماليش فيه رح تحكياله على كل حاجة اوف 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 دي تلاقيها تروقت لا تروقت ولا حاجة ده يا دوب هم تلت اربعة اقلام الزبط الدهم لا احتياطي يعني علشان لهم خبية حاجة تعرفة عن الواي اختي السادية دي وخرجت معاكي دي ما عندهاش دم وهي القل اللي زعلانة وهشتني من على باب الاسم ده هي اللي بلتني بمصيبة ايه بس طالما هي خرجت معاكي يبقى هي تمام وطالما هي تمامي يبقى اكيد رحت على بيتها طبعا رحت على بيتها هي لها متوى غير هنا او في بيتهم طب امي هزي نعم وانت عارف انا لها في الهز يا حبيبتي فهمتيني غلط امي هزي طولك عشان نروح لها حتى الهز ده مليش فيه عايز روح لها روح لها لوحدك يا حبيبي وبعدين انا في حاجة عايزة اقولها لك بقى بصراحة كده قولي ده غير انها جابتلي هنا قتال قوتة لو كانت هتوديني في ستين داية دي كل اللي حواليها لبش وجوزها تاجر مخدرات وفي السجنة هو واختها كمان هربانة ومحدش يعرف لا هي فين ولا بتعمل ايه ما يلزمنيش يا حبابتي ما يلزمنيش كل الهالية اللي انت بتقوليه ده انا كل اللي يلزمني حاجة واحدة بس طالما هي خرجت معاك يبقى هي تمام برضو ماليش فيه حايز تروح روح لوحدك مش هروح معي مش برضو هنروح لها لا مش هروح لها طب بيديني العنوان او الديني بوسة طب بيديني امارة دايما بتصديني كده يا اخي خليك فيه العنوان ما انا عارفة اللي فيها حد يربي سحلية يا زينب دي حربايا اهلا وسهلا شليها بس من قدامة اللي مش قادر نبصلها ليه دي غالبانة ولا بتهش ولا بتنش مطرح ما بتحطها وبتردى وبتوافق والله العظيم طب بيبقى هاتيها تنام جنبينة يا زينب هم؟ دي مخليها معاكي ليه اصلي اصلي انا اي حاجة بحلمها هم؟ بتتحقق وانا حلمت بيها بالحربايا اه جاتلي في المنام وبتتكلم قالتلي ايه بقى؟ لا دي رؤية كده قالتلي كيه الحربايا يا زينب قالتلي ان لو صحبتها ربنا هيبعتلي ايام حلوة ويسادي فتاني يوم وانا عالكورنيش بفتر روحت شفتها فافتكارة الحلم فروحت جاي بها وجاي على طول بص ربنا حقق الحلم وأكرم ان يبقى الدراجل وبيت وعيلة دي هيباس معايا محفوص ربنا يجمل الحلو يحققه وتفضل معايا طول العمر وأنا اخدها بص حلوة حلوانها بتتغير حسابة هو أقف شغلة عشان متخدم مع أمروته اللي هي عسلية إيه ده؟ إيه ده بس شوية عشان فلما عملا معي مشاكل كتير أولي ومن دول بيس؟ مهم أتعرفت على الأولى التاني أشك بصراحة بكلاسي ولا الديلر كده حل أحسن بكتير من الراشد الراشد ده كاللوكل أولي وانت أفيش منا عرفيتني على ديلر بنت إنما إيه؟ هي واصطفتها أحلى من بعض مهم بس كل ما أجي أكلم البنت الديلر دي التليفونة مقفول مش عارفوا أصطف من إيه؟ هي عمنا إيه هم أنا صحيح؟ شو سنيفن جات هوم أبوها قفاشة ضرب بقى وإخناء وزعيق والدونية تقلبت مهم تساو واحد خدها ودهم ما صحة اللي حكالي حوار ده لواد كيكو ابن خلاف ما صحة؟ دي فيها على الأقل شهرين مثلا مش مش بدق بدر كده على الصحة بدر إيه بس أنا ما بقيتش بعرف عامل أي حاجة ما بدر ما أصطبح أصطبح؟ مش لقى عليه خالص أصطبح دي الله يرحم I come from London انت بقيت قديم أبو ازايك أمو؟ هاي طنت ازايك عامل أيها؟ عايزاك حددك سحبت المبانك خمسين ألف جنيف شهرين بس ممكن أعرف ليه؟ من صاحبتي انت يعرفها من سفر على بيروت وكانت محتاجة فلوس لحد ما بابا هيبعتهم لها ما بعتهمش قبل ما تسافر لي يا طورة بقى حصل المشكلة في تحويل فلوس وحيات كده أنا مش فاهم قوي يعني بس هي أكيد هترجعهم لنا يعني اوكي أول ما ترجعهم تبلغني مفهوم؟ اوكي لسه برضو فيش أكبر؟ لا ما فيش ان شاء الله خير على يا روي دي التليفون يا عاية سوايا ايوة باشا هو قدام يا عاية ألو أونسي تشكر يا عاية مع التوصيل عيبة علوة ما تقولش كده احنا أخواتي يا رجل ايه كبير خليك معاه علي ثاني يا عاية ايه كابلو فيه البضاعة كلها مرفوفة وجازة مش فاضل بس الأشرة منا كبير طب روح جايز لك يس اوامرد يا عاية الوقت ابن عمك معاك اوامر يا علي ازايك راشد ازاي تعمل فيه كده يا علي ازاي غصب عني علي وقبالي ترشحت مني ومعفتش اللي معاك طب ايه ده بس طب كنت عملت معاك هقولك يا سيدي كل حاجة تقول ايه يا راشد تقول ايه سايبني كده طب ايه ده بس طب كنت عملت معاك قول في ايه انا نبحت الوينش قتلت الوينش انت مجنون يا جاد عاية توافهم يا جاد عاية اترازل على امرأتك كذا مرة وعورتهم مرتجعش وسلمني هو ابو هاناق اعمل يا قلب استرحة يعني الحكومة بتدور عليك دلوقتي يا قول فاتون فين ما عرفش سايب ما تعرفش على حاجة ده لسايبها امانة فرقتك طب اعمل ايه طايب واحدة مجنونة والتانية طفشت اعمل ايه ما هي ما تسمعش الكلام ها عسلية طفشت عرفت يعني اسمعني يا راشد تجيب فتون تحت ايدك حاضر اتطمن عليها وبعد كده تدوروا انت وهي على عسلية حاضر حاضر يا سيدة حاضر هجيبها تحت ايدي هنا حاضر ماشي فتون لقول يا راشد فتون مش عايز اسمع حاجة مش عايز اسمع حاجة فتون فيلقس الله انه اشتركوا في القناة 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 هنبون ودعمون هروح اجيب سكر عادي عادي انا بحب بعض ما هيك عادي غنوة حكيتلي على ليلة الوان راشد و ليلة الاسم كانت ليلة السودة السودة بقى ولم السودة اهو خلاص الغمة تشالك واحنا بقينا تمام زي الفل وما علناش اي حاجة صح ولا مصح نرجع بقى نشوف شغلنا كده ونشوف اكل عاشتنا انا مش هرقصتي لأ ما ترقصيش مين اللي قال ترقصي انا قلت ترقصي انتي هتبقي نجمة الكبارية ماما هخليك نجمة الكبارية انا في الكار ده بقالي 30 سنة بعوني اللا شفت كل الرقصات وقدر افرزهم واحدة واحدة انما انتي شربات دم كفيف لونا بتعرفي ترقصي بتعرف تعملي كل حاجة اه خلاص اللي كان راكب على دماغنا اهو نزل وراح وانشكح ووقع من على دماغنا اللي اسمه راشد عارف راشد ده اللي قالب دماغ الحكومة وبيدوروا عليه وهو بيختفي منه عارف راشد يبقى مين يبقى مين صابي من سوبيان علي جوزي ما تحكمش بيها علينا يا رب مش علي ده اللي بين أربع حيطان ومسجون دلوقت حيه أخرج كما تعرفش علي علي دفته هو جدع دم محامي تصدقنا غلطانة بيروحت اشتغالت عندكم يا رب ما حد يقوله هاعمل ايه بس لده الحاجة ما هي الحاجة لسه موجودة يا تنتو الحاجة لسه موجودة بموت في السمارة بص يا تنتو عشان انتي حبيبتي انا هعمل معاكي حاجة ما بعملهاش مع حد خالص انا هدكي مرة ونص قدر لطلبتي مش امتي يقولتي شهري يا حياتي هتشتغلي معايا وبعد كده خلاصتك مش هتشتغلي تاني خلاصتك اشتغلي معايا الشهر اشتغلي معايا الشهر لغاية ما لاقي حد غيرك يا حبيبتي انت ما بتسمعش قلت لك مش هرجع رقص تاني لا هترقصي يا تنتو هترقصي هترقصي يا حبيبتي انا مش فتح بقالة انا فتح محل وداير وناس بتاكل من وراء عيش وانا مالي ما تنزل من دماغي انا عندي حاجات عايزة عمالها بص يا حبيبتي انا اقدر اتبعوني الله اخذك كده هيلة بينا واشيلك وارزاعك في وسطك كباري وترقصي ورجلك فوق رقابتك بس انا مش هعمل كده انا بحب بحبك قوي كمان انا هسيبك تخطي راحتك ونشوري عقلك وتخطي كل وقتك وتقومي تعمليلي حاجة بقى عشان انا مايت من الكوع قادر حياتي حربية فين مش هرفانا جو حطها في كيس ورق مع الخزين في الشاي والسكر دي كانت معا طول ما هي عندكو هيلة ولقيتها في مصر وعالكورنيش وجابيتها انا مش فاهم ده ايه طيب ودي بتعمل بيها ايه انا عارف يا صلاح الحلمت بيها ولقيتها وجابيتها في الحقيق ولا جابيتها في الحقيق انا يعني طيب ودي فيها ايه بتعارف لو ايه انا حنال بنت عمتش ماذا بيه ربي سحالف وتعابين مش الحرباء اللي بتتلون دي ايوة يا حاجة هي انا مالي طيب وفيها ايه انت خايف منها ولا ايه على فاكرة دي ما بتقزيش دي ولا حاجة خالص طيب بقولك ايه ما تجيب من الاخر كده وتقولي انت بتلف وتدور حوالين ايه هي البت فيها عب لا والله ما فياش عب ولا حاجة بيت لوزة بس يعني واخدها جد قوي ما تفهمنا فيه ايه لا لا انا فهمت خلاص يا حاجة طيب انا هستأذنكو بس خامسة كده هوصل لحدها واجيلكو تاني استني هتقوليها ايه بس ما تخافش ده كلام بين الستات وبعضهم ما تقلقش هقولها الكلام طالع منا انا يلا عن اذنك ربنا هجعل البركة على ايدك يا حاجة ان شاء الله يا اخو يا اذن الله ما يجيبها الا ستتها حاضر حاضر اهلا 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 لحاجة السلام عليكم عليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم دي اهو واحدة حمر لحمة واجينة لا 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 تعالي تعال انا عايزك كده في كلمتين وهنزل على طول عصلي محروس ده منه على وصولي لا هو هو وصل وقاعد مع صلاح بيرغو شوية انا بس عايز اتكلم معاك كلمتين خيري حاجة في ايه؟ هو جوزك بيشتغل ايه؟ ايه السؤال الغريب ده؟ ايه؟ ايه السؤال الغريب ده؟ يا بنت يرد علي وريحيني بيشتغل سواق تاكسي يا يا صندوق الدنيا يعني بيورد عليه أشكال ولوان ستات حلوين بنات أمراض هوانم يعني لازم اللي تبقى جوه بيته تبقى عنيها في وسط راسها ما تخلهوش يفكر في حد تاني غيرها لازم بقى تبقى هيا ايه؟ مركزة معاه مالك يا بيت متنحة كده ليه؟ انت فهم اللي انا بقوله؟ هو كان محروس اشتكلت مني في حاجة؟ لا أبدا ده بيقول انت نعمة من ربنا هدية وانت فعلا ست وزي الأمر بس لازم بقى كمان تدور على راح الجزعة يعني انا استغفر الله العظيم يا رب هي مش عيب بس يعني تدلعو تنخشو ترقص له بتعرفي ترقصي ولا لأ؟ أعرف تنخشو وانا عملك ايه؟ هي اللي غالت تبقى تولاع خد بس دي باتنين ونص هوا جنيل معايا فك يبقى لك واحد ونص واحد ونص ايه؟ ماينفعش هوا نافع هرفي الأشكال دي بيكلنا منينك يلا بس ازايك يا فتون؟ ازايك يا أختي بس انا معرفكيش انا عارف انك متعرفينيش بس انا جاي من طرف اختك عسلية عمو النبي هي كويسة كويسة قوي قوي زي الفل بس يعني انت عارفة عشان اللي حصل ده كانت بتدريها شوية اه يا أختي دي بعتاني عشانك بكتشوفيها بس هي لو كانت يعني عايزاني أشوفها وبعتاكي كانت قالتلي انها بعتاكي يا أختي هي اللي بعتاني تعالي تعالي اركبي لا انا لسيت المحفظة انا مالخير انا مالخير انت فين يا وزة معقولة سايباني ده كله تعمل ايه جوه تعالي ده فيه اخبار من ايه ده هادي قطرين دخلوا في بعضهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحاني يا اخويا خلفت وحالة بيه المحروس �مصباح وقت منطول الحان الل سحال واتب الحاني واتب يا سادي مشصل لاحقا قلطف يا رب ربك يلطف يا حاجة ربك يلطف ربك يلطف قلطف بينا يا رب هي ما عندهاش استجابة في كل جسمها وانا ما كدبش عليك ده شيء يقلق انا شاكك ان الحبل الشاوك يكونوا تصاب أثناء الوعى يعني ايه؟ هتقدت كده طول عمرها ولا ايه؟ انا ما قلتش كده بالظبط يا حاج بس احنا لازم نعمل لها اشعة رانين على العمود الفقري بالكامل وما خبش عليك لازم ننقلها مستشفى كويسة جدا دلوقتي ويريتو كنت دلوقتي حالا شكرينا دكتور العفوة ربنا يخليك عين شكرينا دكتور اه الاسعاف اه اه الحقنا بقول لك حضرتك بكلم الاسعاف عندنا واحدة ستة تعبانة او يا ابني ويجي نفس الزن الحق ويجي زنن الى اقرب يا صلوح استنى بس هنقولك دي لازم تتنقل دلوقتي طب انا الاسعاف قدامها هيب على ما تيجي قوله خلاص يا خلاص طب خلاص يا ابني احنا هنجي لها بمعرفتنا هلتصرف ازاي يا ابعز قعد تحت مستنى العربية فانا هرتصل بدي دلوقتي خلي اطلع ونجي الكورس ونحطها احنا التلاتة ونشالها خلي زينا بتجاهزها بس بصرح يلا واحد الله خير يا ابا الله خير خير طف يا رب يا ابا عزيز اطلع لدي دلوقتي حالا حالا يالا انا في شقة الحاجة صلاح يا اطلع لدي دولان لدي دودت اطلع لدي دولان وحيات النعمة الشريفة اللي أخلي عليه باهدالة أنت بتخطفني يا رشد ليه؟ ليه يا أخي؟ هو دا كنت سرقته منك سريعة وهرفك؟ ما خلاص بقى يا فتون سد البلاعة دي جزء بقبت لسانه هو اللي أخلي حضارك هنا أنت كلمت يا حليل؟ هو وطن تكلمته وهخليك يتكلمين اطلوب يا علي يا رشد اطلوب إزاي دلوقتي؟ احنا بعينه نص الليل وعلى فكرة هم في السجن متربين قوي بينهم وبعد ريك هو مين دا؟ دا أونسي صاحبي وصاحب جوزك من زمن الزمن وده المطرح بتاعه اللي هنقعد فيه تقعد فيه نقعد دا ايه؟ اه؟ أنا مراوحة باتي يا خور خودي هنا أخد هنا ايه؟ عايز تعمل راجل قوي بقى؟ تعالى كل أول شهر وادفع الفاتورة تبقى راجل اه؟ ما انت عايزة تروحة تعيش لوحدك عشان كل يوم والتاني تروح للكاميريه لزفت فاضل؟ طرط جالي مبارح يا أخويا وطرط وقال ليه هيدفع لي بدل الطاق اثنين وثلاثة مش مصدق بوقك يا فتو ان شاء الله عنك ما صدقت البيت دا يا أخويا مفوش غير حطام نقليك حطة كده على كيفك واخبط دمامك فيها يا فتو بس احنا ناخد الصراحة نتعشة وتطفحوا لكم لقمة وبعد نكمل المضادة بكرة يلا تعال وراينا الصباح ربح يا شيخ هو مين دا؟ يا زينة بقولك ان انسيتم مفاتيح فوق خلي صراحي خليها معايا يا عم صلاح ولا بيجيب معك مفاتيح الشق انسيتم حاضر زينة بقولك ايه؟ غطيها كويس للدنيا بل حاضر يا عم صلاح على محلك وانت نازل يلا يا اخوانك بالراق العربية وقفة برا ولا لا ما تشيني يا عب عزيز يلا واحدة واحدة عالم محلوق معايا عالم محلوق افتح الباب طرمان يا بكتور ايه الاخبار؟ اشعاتها كلها تمامة وعمودة الفقر سليم متهيالة ترجع البيت احسين يعني ايه ترجع البيت يا دكتور؟ دي مشهول لو متتكلمش ومتنتقش خالص ارجع البيت ازاي بالحالة دي يعني؟ امش بيها ازاي في الشارع؟ وده ازاي دي؟ يا فنم مينفعش مينفعش الكلام ده دي تعبانة تعبانة عارف يعني ايه تعبانة يا دكتور؟ مش ما اقولك اده احرام عليك ماليش يا حبيبتي تشدة وتعدي وانت ست مؤمنة قول يا رب قول يا فالك يا حبيبتي يعني ايه تخرج بالمستشفى؟ يعني ايه وهي بالحالة؟ ما حاولت تقولي اي حاجة؟ ما حاولت تتكلمش يا دكتور؟ ما حاولت تتعرفت المستشفى بتعالج الناس؟ انا مش فهمة منك حاجة قول يا دكتور اروح بيها ازاي يعني؟ ما في الحالة دي؟ ده بتتكلموا له فانتم؟ يا فانتم احنا ما صارتناش معاها هسان دقني ارجوك ايه ده؟ يا دكتور المستشفى تعمل عشان يعالج الناس؟ ما مش كده يعني؟ مش بطريقة دي معلش يا فانتم ايه ده؟ ايه ده ارجوك استغفالله العظيم يا رب استغفالله العظيم يا رب لا يا حاجة ده الدكتور مقلش حاجة هولط ده بيقول ان الحاجة الحمد اللي كويسة اصلافه الله محفوظ فين كل ده؟ هكذا ينتقى سيته استغفال الله استغفال الله استغفال الله استغفال الله واه الحمد لله أنا المبالله يا خون مش هتكلم يا علي بقى فاكر جزى عاعد عليها وقول لي مش تستنى لما نعرف اذا كان ينفع ولا لأ انا جايبلك عش توست ولا انت واخده على البلد ولا يا اخوارك صباح الرضا يا كبير البشوان بعد اذن معاليت مزنوقين في مكالمة لاخوي علي معاليتش البركة فيك او مشكلة كده مع جمعته فيها جواز وطلق وحضانة يعني حوارك كده مش عايزين نشغلك بيها حبيبي يا عم وغم ربنا يوسى عليك الاسلام معاليت السلام مع السلام لما يبقى جنب وهخليك اتكلمي ما نشوف كل يا اخو يا كور انت عارف انا كنت هروح فيك بكرة كنت هروح اشوف علي واقول له انك هطفتني واشوف هيا اعمل فيك ايه انت مش مصدقني يا فتون بقول لك قلب عبت لسانه احضرك هانه يعني هو عايز نعود هنا بنربع حطار اكل واشرب وناب زي المايز الموضوع ده تقفل ما تقفلش الخطة بحشيشي علي هو ايوه يا اخويا ايوه 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 تليفون انسي ايوه انا مرطة علي وعايز اكلمه شكرا يا اخويا بني احفظك ايوه 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 وحشتني لا بجد وحشتني قوي قوي تكلميني دلوقتي يا فتون ايوه عصيلة ده انت اكدع مرة في الدينة دي كلها والله على عزيم واحدة ربنا راشد خطفني خطفني وهدني عند واحد صحب انا اللي قلت الراشد يخطفك عارفها ليه عشان انت ستة واطية وصمتيش العشرة تقتل الونش عشانك قتل الونش عشانك عشانك يا واطية عشانك يا فتون لو انت قدامي انا كنت اخفهمك انا عارفك وقاريك زي كف ايدي اتعيطي انت بتكلمين عند واحد صحب سمع يا فتون وكتب ربنا لو غبتي عن راشد او غفلتي ده انا هتبحك اقولك لا لا مش هتبحك ده انا هشرب من دمك اول مخرج من هنا فهمه ماشي يا صدير رجالة انا هزمع كلامك وحفضل قاعدة مع صاحبك وبني عمك دول مش انت عايز كده ولا هجيلك ولا هزورك ولا هتشوفني خالص يا صدير افضل اكلمك في التليفون وكل ما اكلمك اهددني ديني راشد شكرا يا سيد الرجالة يا جنونة ايه يا علم ايه ده بس يا علي طيب اسمع يا راشد فتون ما تغيبش عن عينك طيب ما تغيبش عن عينك اسمع الكلام طيب ما تغيبش يا سيدي بقولك قدامها ومش تتحرك من هنا ما تغيبش وخلاص طيب 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 يا علي طيب يلا سلام مهدا ما يرديش ربنا انا افضل قاعدة في المغارة دي السنين دي كلها قبل ما من عمك يغرج مين اللي قال كده بس لا سمح الله علي عايز تطمن عليك وانت معي هدعيش برنسيسا هتخرجي وبتتفسحي وتعملي كل اللي انت عايزها طب ايه رايق في طلع الاسكندرية مين دول بتلعو اسكندرية انا وانت وفتون في مصلحة هنقلصها ناكل اكلة سمك جامدة ونشم شوية هوا بحر نظيف ونعمل الدماغ ونرجع حانو حاسكندرية امت دلوقتي هيستني بقى يا فتون ولما هي مصلحة إلا هيطلع فتون معين ما انت شايفة ازا انا هنفسحوك يا فتون هنسي ما تقريني فيه ايه انا اللي سايق يا راشد والطم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم مالك بس لا تأخذه سنة ولا لوم جاطي لهما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهما وخلفهما ممكن جعانا ولا هيحطونا بشيء من أيديه إلا بمشاء أنا لازم نجبلها حد يقر عليها يرئيها يعني عايزة كده؟ يعني إذا كنتي عايزة كده الدالدة هيبقى إن شاء الله أمر وسهل بإذن الله يا صلوح أنا شايف إن إحنا نخلصت سكة الطب والدول الأول مهما مفيش ما يعني مش في السكة تيب يمكن ده ربين يسهل بواحدة فينا إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم أنا هم أحضرلك شوك 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 أحضر له شوية أكل وحولوله عبداتا من اللساني أفقى وقوري صلاة الله العظيم والحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا لا أنا مقدرش أقول إني حبيته بس إيه بس إيه أفكر في الحسن بس بس هو بيحبني آه عيني بتقول كده إيه أنت نمتي وأنا بكلمك إسحي إسحي وأنا عيش معاها هنا على طول مش إنتي ببسوطة معاها هنا بس تفتكروا ما صباحا تخف كنت عايش أنا وأهلي في ليبيا لما الحرب قامت قلنا ننزل على مصر وإحنا في طريقنا لمصر تضرب الشغل بقين عمالين نجري نستخبقين وشمال مش عارفين نروح بين تلعت عصابة على أبويا وأخويا قتلوهم ده بحوم قدام عيني ما بقيتش عارف عامل إيه بسبب أنهم كانوا طالبين فيديا طالبين فنوس وأنا ما كانش معنا فنوس نتفحق موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة